بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم حبائي وطلابي طلاب مدرسة عشتار الابتدائية الاهلية الصف الرابع شونكم حبايبي ان شاء الله تكونوا بصحة وبعافية اشتاقيت لكم وواية حبايبي اليوم مادتنا درس العلوم رح نكمل وياكم دروسنا وين ما توقفنا اليوم ان شاء الله رح ناخد درس انتقال الصوت في المواد انتقال الصوت في المواد احنا مثل ما تعرفنا انه بكل درس عدنا عدة مفاهيم رح نتعلمها ورح ناخدها بهذا درسنا منها سأتعلم في هذا الدرس ان الصوت ينتقل عبر المواد الصالبة والسائلة والغازية الصدى يحدث بسبب انعكاس الموجات الصوتية سرعة الصوت تكون في المواد الصالبة اسرع منها في المواد السائلة والغازية اذا حبايبي بنهاية درسنا اليوم ان شاء الله رح نتعلم هاي المفاهيم ان الصوت رح ينتقل عبر المواد الصالبة والسائلة والغازية والصدى يحدث بسبب انعكاس الموجات الصوتية وهذا راح نتعرفان منياكم اثناء الدرس معنا الموجات الصوتية سرعة الصوت تكون في المواد الصالبة اسرع منها في المواد السائلة والغازية الفكرة الرئيسية الصوت ينتقل بشكل موجات صوتية وينتقل عبر المواد الصالبة والسائلة والغازية هنا عندي سؤال كيف ينتقل الصوت احنا جلنا ينتقل بشكل موجات صوتية اذا الصوت ينتقل بشكل موجات صوتية اريد نتعرف ايكم شون راح ينتقل بشكل موجات الصوتية وشون راح تكون هاي الموجات الصوتية كنا مجربين هاي التجربة من نوقف بحيرة معينة او بركة ماء معينة ونقذف حجرا في بركة ماء فان سقوط الحجر في الماء انتبهوا يا ايه على هاي الصورة حبايبي هس احنا عدنا بركة ماء من نقذف بها حجر شا حصير راح يحدث اهتزاز في الماء بشكل شنو حركة دائرية بشكل دوائر هاي الحركات الدائرية راح اسميها موجات كذلك الصوت ينتقل في الهواء وينتشر في جميع الاتجاهات بشكل موجات ايضا الصوت راح ينتقل في الهواء بشكل موجات مثل موجات الماء ولكن اسميها الموجات الصوتية الموجات الصوتية ينتقل على شكل دائرة تتسع شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن مصدر تكوينها هاي الدوائر المنتشرة راح يسوي لي الموجات الموجات الصوتية شنو تعريفهم هو الصوت الذي ينتقل في الهواء وينتشر في جميع الاتجاهات بشكل موجات اذا هنا عندنا تعريف بس قبل التعريف عندنا سؤال كيف ينتقل الصوت كيف ينتقل الصوت ينتقل بشكل ينتقل الصوت بشكل موجات صوتية اذا ينتقل الصوت بشكل موجات صوتية عندنا تعريف الموجات الصوتية هي الصوت الذي ينتقل في الهواء وينتشر في جميع الاتجاهات بشكل موجات عندي عدة طرق لانتقال الصوت عندي اول طريقة هي انتقال الصوت في الهواء عندما يصدر صوت عن مصدر ماء مثل الساعة ردنا نشوف جرس الساعة شان رح يصدر من عنده الصوت عندما يهتز يؤدي الى اهتزاز الهواء الملامس للجرس احنا عدنا هواء ملامس للجرس عندما يهتز الجرس سوف يؤدي الى اهتزاز هذا الهواء الملامس للجرس المهتز تتباعد الاهتزازات في صورة موجات صوتي اذا هاي الاهتزازات رح تتباعد بشكل موجات صوتية مثل هذا الشكل بالضبط تنتقل الموجات بعيدة من المصدر المهتز ويستمر انتشارها في جميع الاتجاة الى ان تصل الى اذن السامع اذا رح تنتشر الموجات المهتزة المنتشرة نتيجة اهتزاز الهواء الملامس للجرس تبتعد شيئا فشيئا على شكل الموجات الى ان تصل الى اذن السامع هذا انتقال الصوت في الهواء عندي معلومة حبايبي او حقيقة علمية انه لا ينتقل الصوت في الفراغ لازم عندي وسط حتى ينتقل في الصوت عندنا انتقال الصوت عبر الماء مثل ما قلنا من نرمي حجر او نقذف حجر في بركة ماء عندما اطرق حصاتين مع بعضهما تحت الماء اسمع لهما صوتا نتيجة الاهتزاز اخذ حصاتين داخل الماء واطرقهم داخل الماء اطرق هاي الحصاتين تحت الماء رح نسمع لهما صوتا نتيجة الاهتزاز لقد انتقل الصوت في الماء ثم الى اذني لذا ينتقل لذا ينتقل الصوت بشكل جيد في السوائل اذا نتيجة هاي العملية ثبت لي انه الصوت ينتقل عبر الماء بشكل موجات اسميها موجات الماء حبايبي هسا الطريقة الثانية لانتقال الصوت عبر المواد الصلبة لو وضعت احدى اذني لتنامس سطح الطاولة مثل ما هسا شوفوا ياهاي الصورة هذا الولد وضع اذنه لتنامس سطح طاولة وترك الزميل ينقر بقلم على طرف الاخر من الطاولة فانني اسمع صوتا قويا نلاحظ انه انتقل الصوت في الخشب اللي هو من المواد الصلبة وانتقال الصوت في الخشب يكون اسرع من انتقاله في الهواء تكون سرعة الصوت اكبر عندما ينتقل عبر المواد الصلبة واقل منها عبر المواد السائلة مثل الماء واقل منها عبر المواد الغازية مثل الهواء يحدث للصوت عند انتقاله عبر المواد انعكاس زين شنو هذا الانعكاس؟ هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ماء ارتداد انعكاس الشيء نفتح في تلايت معين ضوة معين نشوف انه اكو ارتداد للضو نشوف انعكاس للضو فهذا اللي اسميه انعكاس اي ارتداد الشيء مثلا ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما اسميه انعكاس هذا انعكاس للصوت يحدث للصوت عند انتقاله عبر المواد انعكاس ما هو الانعكاس هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما اذا هنا عندي تعريف انعكاس هو ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما مثلا ننقر عن سطح ما ننقر على سطح الطاولة شو حنعكس ارتدد الموجات الصوتية عن هذا السطح اللي آنطرقت عليه وصار عندي انعكاس للصوت أما الصدق فهو تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية حبايبي لازم افرق بين الانعكاس وبين الصدق الانعكاس ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما اما الصدق فهو تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية احنا مرات اذا مكان فارغ ونتكلم به نحس انه اكو كلام ده يرجع كلام ده ينعاد احنا نسكت بس هو يرجع يتكرر الصوت اسمي الصدق اللي هو تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية إذن هنا عندي تعريف الصدق هو تكرار سماء الصوت بسبب شنو؟ بسبب انعكاس الموجات الصوتية هاي حبايب التعريف مهمة كلش أحفظها يدخل الصوت إلى صيوان الأذن اللي هو الأذن الخارجي هاي إذن نحن اللي نقدر نتلمسها هاي بالصورة هاي هاي الإذن الخارجي أسميه صيوان الأذن بشكل موجات يؤدي إلى إهتزاز طابلة الأذن عدنا طابلة داخل أذن نتيجة الموجات هاي الصوتية راح تهتز طابلة الأذن وتنتقل هاي الإهتزازات إلى الدماغ عبر أجزاء أخرى في الأذن فأسمع الصوت إذا شون راح نسمع الصوت يدخل الصوت إلى صيوان الأذن اللي هي الأذن نحن كنا أنindi نشوفها بشكل موجات تؤدي إلى اهتزاز طبلة الأذن وتنتقل هاي الاهتزازات إلى الدماغ عبر أجزاء أخرى موجودة داخل الأذان فأني أسمع الصوت إلى هنا حبايبي وعزاء التلامير نختم درسنا اليوم اللي هو انتقال الصوت في المواد حبايبي أريدكم وياي بتركيز عالي نحفظ التعاريف المهمة اللي شرحناها بالفيديو أريدكم تقرون زين إن شاء الله تعالى بس نرجع نداوم وتكونون بصحة وبعافية إن شاء الله رح أسمع لكم كل هاي الدروس اللي إحنا دناخدها بهاي الأيام ودننشر لكم إياها فحبايبي أريدكم تعتمدون على نفسكم وتكونوا شطار وحلوين تحفظون دروسكم زين تقرون هاي التعاريف زينة رح أتابعكم إن شاء الله وإي شي مفتهمتوه ومعرفتو تقرونه إن شاء الله من نتابعكم بالقروب بالفايبر أريدكم اضطرحوا للأسئلة اللي إنتوا مفتهمتوها أما واجبكم حبايبي فراح أرفق لكم ويا هاي هذا الفيديو تلخيص أريدكم كلكم تكتبونه بالدفتر وياها تحلون مراجعة الدرس صفحة 178 زين حبايبي أريدكم تكون أبطال وحلوين ونقعد وحدنا ونحل المراجعة بعد ما نقرأ الدرس دين ونفتهمه نقعد ونحل المراجعة وإن شاء الله من نرجع ندوم رح أتابع دفاتركم وأتابعكم وأسئلكم بكل هاي التعاريف ونسوا به إن شاء الله امتحاد وإن شاء الله أنتم شطورين وحلوين حبايبي منا إن شاء الله درسنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته